في عناوين النشرة رستم غزالي هل ضرب من بيت أبيه؟ القوات الكردية تتقدم شمالاً والسورية جنوباً بسيل من فنزولا لداعش هل تلقى على مجموعات داعش القنابل أو المساعدات؟ في الخاص، ماذا بعد شطب القيد الطائفي؟ ولا مرة بتاريخ تحرر العبيد إلا ما كان في سمن لازم يندفع حرب قضائية بين السلطة والاحتلال كانت هناك بعض الأخطاء نعم أو الهفوات المؤبد لمرشد الإخوان واثني عشر قيادياً بالسمن المعبّد عما أصد إليه تفاصيل هذه الأعنوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل موسيقى 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 مساء الخير سلطنة بروناي على بحر الصين تأهبت لمساعدة الجيش اللبناني وعرضت اليوم على وزير الدفاع سمير مقبل خبراتها واستعدادها للتسليح بروناي تدب فيها الحماسة من جنوب شرق آسيا والأقربون إلى الإرهاب لم يكونوا أولى بالمعروف الفرنسيون الطرف الثاني في صفقة السلاح إلى لبنان ما زالت أسلحتهم طائرة من ورق وإذا ما استعملت عبارات مخففة للكذب فهم على أقل تقدير تأخروا ولم يفرجوا عن السلاح في التوقيت المناسب للمعارك غير أن عبارة الكذب تنطبق على الدبلوماسية الفرنسية التي تتبع سياسة الوجهين بعدما كشف عن موافقة الخارجية على زيارة البرلمانيين الفرنسيين لسوريا وأن انتقادها لا يخفز تعدادها ضمناً للاستفادة من نتائجها من أجل الاطلاع عن كثب على واقع النظام السوري ومواقف الرئيس السوري بشار الأسد علماً أن أحد أعضاء الوفد هو من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني المعارض حزب الله الذي رصد الازدواجية الفرنسية قال عبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد إن الوفود بدأت بالوصول إلى سوريا لإعادة النظر في المواقف السابقة بعدما استشرفت هزيمة المشروع التكفيري كاشفاً عن جهة دولية أفلتت العقالة لداعش كي تهاجم الجيش اللبناني فيما دفع الأمريكيون إلى منع تغطية الجيش في مواجهة المسلحين على الضفة السورية فإن القيادة العسكرية أهدت ستيفان ديمستورا لدى وصوله إلى دمشق تقدماً عسكرياً يقططع قرى وتلالاً استراتيجية من المسلحين في ريف درع الشمالي وفي ريف دمشق الغربي علماً أن اتفاق إطلاق النار يجري على حلب التي تأثرت اليوم بتطورات معارك الأرياف في درع ودمشق لكن الخبر المزعج أن رستم غزالي لم يكن في صفوف رافعي لواء التحرير في معركة ريف درع بعدما قاتل فيها إلى حد الإصابة في أثناء تصديه لفلول الإرهابيين رستم يرقد بلا حراك في المستشفى غير أن إصابته ليست ناجمة عن قتال ولا عن عبوة وهو لم يرتكب هذه المبادرة في تاريخه بل إن أقصى المعارك التي خاضها كانت تتوخى الربحة من اللبنانيين وعلى حسابهم ومن خزينتهم والجزء الأكبر منها كان يتولى الرئيس رفيق الحريري تسديده شهرياً بشهادة أمين الخزنة عبداللطيف الشمع رستم لم يضرب طلقة رصاص في حرب سوريا بل يبدو أنه ضرب من بيت أبيه على أيدي الاستخبارات السورية وإلى أن يثبت العكس فأن هذا الخبر أصبح الأكثر تداولاً في الأوساط السورية واللبنانية العارفة بشؤون سوريا وإذا مش صحيح فالمنيح لرجل أمن ضرب لبنان بقبضة أمنية في مملكة عنجر اللواء رستم غزالي بخير اللواء رستم غزالي أصيب بشظايا قنبلة في قدمه وعينه اليسرى في قريته قرفة في درعة اللواء رستم غزالي تعرض لضرب مبرح من قبل عناصر تابعة لرئيس جهاز الاستخبارات السورية رفيق شحادي وأدخل إلى المستشفى كل هذه الفرضيات باتت أخباراً متداولة تحاول اقتناص حقيقة ما جرى مع غزالي شغل رستم غزالي منصب رئيس الجهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية في لبنان قبل انسحابها عام 2005 ليعين بعد ذلك رئيساً للفرع العسكري الاستخباراتي ريف دمشق ليتولى بعد ذلك رئاسة الجهاز الأمن السياسي منذ ترقيته بعد مقتل أربعة من القادة الأمنيين السوريين الكبار في التفجير الذي استهدف اجتماعاً لهم في دمشق في الثامن عشر من تموز عام 2012 منذ بدء الأحداث في سوريا اختفت أخبار غزالي لتعود من جديد بعد نشر فيديو مصور يظهر تدمير الأخير قصره في قريته في محافظة درعة لينشر بعد ذلك فيديو آخر يظهر فيه غزالي نفسه مجتمعاً بعدد من العسكريين شريحاً سبب تفجير قصره أنا دمرت بيتي لا أبتديكم كل يأتمن بداية بعضهم أرواحنا عندهم أرواحنا عندهم أرواحنا عندهم فدع القرية وأصحاب القرية العسكري أو الجندي اللي جاء من ديال الزور واللي جاء من اللاذقين اللي هي واللي جاء من طرطوس عم يقاتل بيقصى جنوب سوريا بغرفة لا يدافع عنها الغرفة من القتل والتشريد والسبي ومذ عادة أخبار غزالي إلى الواجهة تعددت الروايات بخصوص إمكانية إقالة الرئيس السوري بشار الأسد له وتعين اللواء زهير الحمد مكانه في حين أكدت مصادر أن غزالي تعرض لإصابة خطيرة في قريته قرفة وفارق الحياة وهو منفاه النائب اللبناني عاصم قانسو في اتصال بالجديد وفي حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط مؤكدا أن غزالي لا يزال حيا ويتماثل للشفاء في مستشفى الشامي في دمشق لكن تأكيد قانسو تزامن وأخبارا متضاربة تحدثت عن السبب الحقيقي ورأى إصابة غزالي وهو تعرضه لضرب مبرح من قبل عناصر تابعة لرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية رفيق شحادي وجاء ذلك بعد خلاف صاخب بين الرجلين أدى إلى قطع الاتصال بينهما وذلك على خلفية ازدياد شكاوى مسؤولين سوريين من تصرفات غزالي فعاود غزالي الاتصال معلما شحادي بقدومه إلى مكتبه وما أن وصل غزالي إلى مركز الفرح حتى جرى توقيفه والتعرض له بالضرب ما استدعى نقله إلى المستشفى وحتى جلاء حقيقة مجال لغزالي يبقى من المؤكد أن مصير الرجل السياسي والحياتي بات يحمل عددا من علامات الاستفهام هو الذي لم يتوانى عن أداء أكثر الأدوار شبهة في خلال حكم نظام اللبنان السوري الأمني المشترك منح غزالي أشقاءه شهادات واستخدم الجامعات اللبنانية ورؤسائها على أن أبرز مآثيره وقعت على بنك المدينة حين كان اللواء يقوم بصحب أموال لتوزع على شركاء وأشقاء له فضيحة لم تتوانى الجديد عن كشف ملابساتها لتفتح بذلك باب جهنم عليها لكونها لامست مكان يعد حين ذاك خطا أحمر تجاوز دفع الجهاز الأمني أنذاك إلى تلفيق تهمة العمالة من قبل غزالي وشركائه برئيس مجلس الإدارة تحسين خياط وزجه بالسجن اعتصام أمام مبنى بلدية طرابلس على خلفية موافقة المجلس البلدي على مشروع بناء مرأب في ساحة التل بدعوة من المجتمع المدني والأهلي في طرابلس نظم اعتصام أمام مبنى بلدية المدينة للمطالبة باستقالة المجلس البلدي بعد تراجعه عن قراره السابق وموافقته على مشروع بناء مرأب في ساحة التل بوسط طرابلس أنتوا عم تحكم بقراج تاريخ بقراج الساعة لأتراكم عمرته من ألف سنة نجي نحن نتركه من نوعه تحت الأرض يعني عم يتمرون أن نحن بالقبر نحن نوعي شيء هذا الموضوع ما بيتم أبدا نهيئا وأنا بنشد الشيخ سعد الحريري إذا أقابوا بطرابوا بيأمن في هذا الشيء الله يسهمهم لأنه بيكونوا عدم كل ساعة عمومة بطرابوس والساعة العمومة هو شاهة البلد هو اللي بينتخب حتى قرار مجلس البلدي اللي انتخبناه واللي خلينيه يوصل للمركز يأخذ قراره من بيروت لاش؟ لاش يأخذ قراره من بيروت بعد ما أخذوا قرار بعدم إنشاء المرأب رجل أخذوا قرار بإنشاء المرأب يعني شوها الصدفة الغريبة ما هنصبح لهذا المشروع المرأب أنه يمر أبدا وطلب المعتصمون باتخاذ الإجراءات القانونية كافة للطعن في القرار البلدي محذرين المتعهدين من الدخول في أي منافسة أو التزام وزير الخارجية جبران باسيل يطلب من اللبنانيين في فنزولا إنشاء خط طيران مباشر بين لبنان وأمريكا اللاتينية بعد طوافه في دول أمريكا اللاتينية زائران كوبا والمكسيك وكولومبيا والإكوادور اختتم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جولته في فنزولا فوقع مع نظيرته الفنزولية دلسي رودريغاز ثلاثة اتفاقيات الأولى تتعلق بالتعاون المشترك والثانية بأعفاء جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة والخدمة من تأشيرات الدخول إلى كلا البلدين والثالثة مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رودريغاز رأى باسيل أن إسرائيل تستنسخ نماذج مشابهة لها في التصرف والتعدي على حق الشعوب في الوجود والاختلاف لأنه لا يمكن أن نصدق أن هناك صدق وجهة دولي حقيقي ويسمح لداعش أن تتحول إلى دولة عظمى باستمراريتها بظلم الناس وهذا الأمر يسمح لنا أن نتسأل هل تلقى على مجموعات داعش القنابل أو المساعدات وتسلم باسيل مفتاح مدينة كاركاس من رئيس بلديتها خورخير رودريغاز والتقى الهيئة الإدارية للنادي اللبناني الفنزولي ثم جال على مسجد الشيخ إبراهيم لينتقل بعد ذلك إلى كنيسة مار شيربل قبل أن يضع إكليلا من الزهر على نصب التذكري لقائد تحرير أمريكا اللاتينية من الاحتلال الإسباني سيمون بوليفار ولأن المغتربين هم أكسجان ولبنان فقد التقى وزير الخارجية أبناء الجالية اللبنانية في كاركاس الدولة اللبنانية إذا أصرت ما بعت بطيارة الميدال إيست على كل هالدول لعند 12 مليون لبناني استكترت عليهم طيارة وخط طيران أنتوا اللبنانية اللي هون قدرين تعملوا خط طيران ينزل على لبنان ووعد بسيل المغتربين بالعمل من أجل قانون استعادة الجنسية ودعاهم إلى المشاركة في المؤتمر الاغترابي الذي يعقد بين الواحد والعشرين والثالث والعشرين من شهر أيار المقبل وزارة الصحة تقفل معملا للبسكوي في البقاع لا يستوفي الشروط الصحية مسلسل الفساد الغذائي تابع وجديده البسكوي الذي يتناوله أبناؤنا فقد دهم مراقبون من وزارة الصحة يرافقهم عناصر من مفرزة زحل القضائية معملا لتصنيع البسكوي في منطقة كفرزبد في البقاع بعدما اتضح لهم أن الشروط الصحية المطلوبة لا تتوافر في المعمل كشفنا على معمل بايونير بمنطقة كفرزبد وبين عنا شروط صحية مش مستوفات ومثل ما شفته بالتصوير طلبنا هلأ أكفاله لأنه في بداع جوا يعني مش مستوفي الشروط أبدا وفي مننا فازدي وفي وصخة كتير أكتر شيء ولهذا ختم المعمل بالشمع الأحمر إلى حين استفائه هذه الشروط تقدم للجيش السوري في درعة ونزوح للأشوريين من الحسكة مع وصول الموفد الدولي إلى دمشق من جديد بعد تحرير وحدات حماية الشعب الكردي وجيش الكرامة بلدة تل حميس أشارت المعلومات إلى انسحاب مسلحي داعش من منطقتين تل براك والشدادي في ريف الحسكة شمالية سوريا مع تمكن المقاتلين الأكراد من أحكام سيطراتهم على الطريق بين الحسكة والقامشلي في سوريا ومع حركة النزوح الواسعة لأشوريين من منطقة الحسكة إثر خطف داعش ما لا يقل عن 220 أشوريا ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التنظيم أحرق عددا من المنازل في القرى التي يسيطر عليها بريف بلدة تل تمر قيادات أشورية أبلغت المرصد السوري لحقوق الإنسان أنها تمكنت من التواصل مع شقيق لأحد قيادي داعش أبلغهم أنه لم تجري حتى الآن أي عملية أعدام بحق أي من المختطفين وأبلغهم أن المختطفين هم من أهل الذمة وأن عليهم دفع الجزية وأن محكمة سوف تبت قضية المختطفين مع معلومات عن الإفراج عن عدد منهم بنتيجة المحاكمات الشرعية التي يقيمها التنظيم وتزامنا مع وصول المفهد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا أستفن دمستورا في محاولة لأعطاء دفع لمبادلته الخاصة بتجميد القتال في مدينة حلب في شمالي سوريا استمرت المعارك في مناطق مختلفة أبرزها في ريف حلب حيث قتل 35 معظمهم من حركة حزم المعارضة في معارك مع جبهة النصرة ذلك في مقابل تقدم لقوات الجيش السوري في ريف درعة حيث بثت قوات المعارضة السورية لقطات لطائرات مقاتلة قيل أنها تابعة للجيش السوري وهي تقصف مناطق في درعة وضواح دمشق أصدرت القيادة العامة للجيش السوري والقوات المسلحة بيانا تناولت فيه إنجازات الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية في المنطقة الجنوبية تواصل وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية عملياتها القتالية بنجاح في المنطقة الجنوبية وتعيد الأمن والاستقرار إلى بلدات الهبارية خربة سلطانة وحمريت في ريف دمشق الغربي وتحكم سيطرتها على تل قرين وتلول فاطمة بريف درع الشمالي الغربي بعد أن قضت على أعداد من إرهابيه جبهة النصرى ودمرت أدوات إجرامهم وما تزال العمليات مستمرة على محاور عدة في المنطقة في ظل حالة من الفوضى والانهيار الكبير في صفوف العصابات الإرهابية إن هذه النجاحات التي يحققها بواسل قواتنا المسلحة تعد استمرارا للانتصارات التي تحققت مؤخرا في السيطرة على عدد من البلدات والتلال الاستراتيجية الحاكمة في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعة وتأتي أهميتها من كونها تضيق الخناق على الإرهابيين في باقي المناطق وتقطع خطوط إمدادهم وتشكل قاعدة انطلاق لتوسيع العمليات وإنهاء الوجود الإرهابي في المنطقة العدو الصهيوني استغل القضاء الأمريكي لمعاقبة السلطة الفلسطينية ماليا وسياسيا وابتزازها بالعوائد الضاربية لعدم التوجه للمحاكم الدولية التفاصيل في تقرير لمراسلنا نزار حبش كانت هناك بعض الأخطاء نعم أو الهفوات لأن خطورة الواضع لم يكن واضحا منذ البداية اعتراف في الهخطاء بالتعامل مع المحكمة الأمريكية واستئناف لقرار المحكمة بعد تغيير فريق الدفاع الفلسطيني في نيويورك والإعلان صراحة عدم قدرة الفلسطينيين دفع أي دولار كان ذلك الرد الفلسطيني الرسمي على قرار محكمة أمريكية دانت السلطة ومنظمة التحرير وطلبت هما بدفع تعوضات تبلغ 218 مليون دولار لعائلات صهي أمريكية قتل أفراد منها في عمليات فدائية فلسطينية بين عامي 2002 و2004 السلطة والمنظمة لا تمتلك الأموال لدفع مثل هذه الغرامات أو التعويضات نحن حجب عن ما يسمى sovereign immunity كدولة ذات سيادة تمتلك الحصانة هذه قضية خطيرة جدا ألمان بأن كل العالم يعترف بنا كدولة باستثناء بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة ويرى مراقبون فلسطينيون أن قرار المحكمة الأمريكية جاء ابتزازا للفلسطينيين لمنعهم من تقديم دعاوة بحق قادة العدو الصهيوني في المحاكم الدولية ومحاولة إسرائيلية لاستغلال القضاء الأمريكي لإفلاس السلطة التي وصلت لحفة الهوية الاقتصادية الموضوع ليس قانونيا بحث ينطوي على أهداف سياسية تهدف إلى تجريم النضال الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني تهدف إلى التشويه وإن بدت بصورة قانونية ولم تكتفي حكومة العدو باستغلال القضاء الأمريكي للضغط على الفلسطينيين بل تواصل عقابها الاقتصادية الجماعي المتمثل باستمرار قرصنة العوائد الضريبية الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي والتي تمثل 65% من الفاتورة الشهرية للرواتب الحكومية الأمر الذي أدى لوقف الرواتب لما يقارب 185 ألف موظف لا يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تتحمل مصروفات أمنية ومسؤوليات أمنية بل مسؤوليات سلطة كاملة إذا استمرت إسرائيل في سرقة أموالنا بعد أن سرقت أرضنا وماءنا وسماءنا وحريتنا على المستوى الفلسطيني قررت السلطة المضية قدما في مقاطعتها لمنتجات الاحتلال إذ منعت دخول ستة منتجات إسرائيلية للأسواق الفلسطينية والتي تعد من المنتجات الأكثر استهلاكا كما أكدت المضية قدما في إعداد الملفات القضائية لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية الحرب القانونية الفلسطينية الإسرائيلية فتحت على مصر عيها والعدو بدأ يناور بالضرائب والعقوبات الاقتصادية وأمام ذلك يأمل الفلسطينيون بإسناد عربي ومالي يدعم الموقف رغم علمهم بأن العرب غارقون في خلافاتهم الداخلية من مدينة رامالا المحتلة نزر حبش قناة الجديد مؤتمر يستعرض أحوال المرأة في العالم العربي تزامنا مع التطورات السياسية والاجتماعية والأمنية بمشاركة عربية واسعة لم يأتي الربيع العربي بالربيع الذي أملته الناشطات في العالم العربي العنف والإرهاب وعسكرة الحياة السياسية كلها أرخت بثقلها على مكون الاجتماعي مقصي عن الحياة العامة حتى في أيام السلم من هذه النقاط انطلق المؤتمر الإقليمي حول تعزيز دور الأحزاب والنقابات في تفعيل المشاركة السياسية والعامة للنساء الذي شاركت فيه أكثر من مئة شخصية من مختلف الدول العربية فتوقيت المؤتمر هو لا يناقش التحديات التي تعيشها النساء العربيات أو النساء بالمنطقة العربية اليوم من عسكري للأنظمة والمجتمعات من ردة وأصولية دينية من إرهاب ديني من سياسات اقتصادية جائرة فهذا المؤتمر بهذا التوقيت عم يناقش أوضاع النساء بظل كل هذا الحراك وكيف ممكن أن نكون عندنا استراتيجيات لمواجهة انعكاس الحراك السلبي إذا بدنا نقول على النساء على الرغم من اختلاف مستويات التمييز بين بلد وآخر خلص المشاركون إلى أن التحديات التي تواجهها النساء في الدول العربية متشابهة نعلم أن النساء لسنا كتلة واحدة ولكن أيا كانت توجهات السياسية والحزبية المهم أننا لا نملك ترف الاستغناء عن طاقات وإمكانيات نصف المجتمع لأن بدون هذه الطاقات لا إمكانية لا لإصلاح ديمقراطي ولا إمكانية لتنمية ولا إمكانية لديمقراطية وبالتالي أنا أعتقد أن هناك تحدي لا على النساء وإنما تحدي يشمل أيضا الرجال غير الحر لا يصنع حرية وإذا ما في عدالة في أي جانب هي تؤثر على العدالة بشكل عام وبالتالي اليوم مطالبة الأحزاب السياسية بأنها تراجع أجنداتها تجاه الحركات المختلفة النسوية والعمالية إلى آخره باتجاه أنها تدعم هذه الحركات وأنها تجعل أجندة الحركة النسوية ضمن أجندتها كأحزاب سياسية والدافع عنها هناك تنامين التيارات الإسلامية بكل تلاوينها وهذه التيارات يتحمل مشروعا سياسيا رجعيا وبالأساس هذا استبداد مقابل استبداد القائم ونحن نرفضه كحركة نسائية وكأحزاب ديمقراطية وتقدمية ونفكر كذلك في إمكانيات تقوية النضال الديمقراطي من أجل بناء مجتمعات ديمقراطية حداثية تتحقق فيها العدالة الاجتماعية والمساوة المؤتمر اختتم بمجموعة من التوصيات وبعرض وثائقي عن المشاركة النسائية في الأحزاب والنقابات في لبنان أشوري لبنان يستصرخون القوى العالمية لمساعدتهم في محنتهم لم ينزلوا الشارع للبكاء ولا للتحسر بل نزلوا ساحة الشهداء ليرفعوا الصوت ويستصرخوا ما تبقى من ضمائر في المحافل الدولية هم أبناء أحفاد الراهب أشور في لبنان الذين يستهدفهم اليوم تنظيم داعش فيخطف المئات من أبنائهم ونسائهم وأطفالهم ويستخدمهم دروعا بشرية في المعارك الدائرة ويدمر كنائسهم ويحرقها في قرى الخبور البالغ عددها 34 في سوريا كفا كفا نحن نريد أن نبقى على أرضنا نعيش مع إخوتنا من باقي الديانات والمذاهب وكفاكم خوفا وتخويفا للآخرين لذلك نطلب منكم أن ترفعوا قضيتنا إلى المحافل الدولية تدافع عنها كيما يحق الحق أين المجتمع الدولي؟ أين صوتهم؟ ما هي ردة فعلهم؟ شعبنا يقتل ويتألم ويتعذب؟ أين المطرانين المخطوفين؟ أين مخطوفي الخبور؟ نشكر كل من تعاطف معنا ولكن نريد فعلا لسنا أقليات يؤكد أشوري لبنان نحن من صلب كنيسة المشرق وسنبقى خميرة هذا الشرق وملحه الذي لا يفسد في منطقة كفرجوز قضاء النبطي أوقف الأمن العام السوريين علي عبد العواد البالغ 41 عاما وعوض محمد العلي البالغ 19 عاما من منطقة بويتا في سوريا بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش وقد اعترف الموقفان في أثناء استجوابهما بأنهما كانوا يقاتلان في صفوف التنظيم في سوريا بحضور عدد من ضباط الجيش الكبار وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة وأعضاء من فرق التدريب الأمريكية والبريطانية العاملة في لبنان نفذت وحدات من مدرسة القوات الخاصة ولواء المشات الثاني وفوج المدفعية الثاني والقوات الجوية والبحرية يوم أمس مناورة قتالية ليلية بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش حماد بهدف التدرب على القضاء على مجموعة إرهابية متحصنة في أماكن مبنية وقد تخللت المناورة رماية بالمدفعية والدبابات والطوافات والأسلحة المتوسطة والخفيفة وفتح ثغر بالمتفجرات وتأتي هذه المناورة في إطار خطة التدريب النوعي التي وضعتها قيادة الجيش لتأكيد جاهزية الوحدات واستعدادها للتدخل السريع والفاعل في مختلف الظروف القتالية رحيل الممثل العربي الفلسطيني غسان مطر آخر الممثلين الأشرار في موسم الشتاء والمطر ومواسم التصحر الفني والثقافي يرحل الممثل الفلسطيني غسان مطر عن 77 عاماً وبغياب مطر يفقد الوسط الفني آخر الممثلين الذين أبدعوا في أدوار الشر وأدوا دور الرجل الشرير أمثال ستيفان روستي وزاكي رستوم وتوفيق الدقن وعاد الأدهم ومحمود الميليجي وجوزاف نانو وآخرون كانت يا فا المكان الذي أبصر فيه النور عرفات داود حسن المطري الاسم الحقيقي لغسان مطر عام 38 وكان مخيم البداوي في لبنان أرض الصبا والشباب والشتات لم يتخيل مطر أنه سيؤدي أدوار الشر في عالم التمثيل وهو من عذبه وهجره وقتل أحبته الشر الإسرائيلي ولكنه سخر هذا الشعور ليكون حافزاً لإبداعه الذي بدى واضحاً منذ انطلاقته الفعلية في فيلمه المتعة والعذاب للمخرج حسام الدين مصطفى دخوله عالم الفن والنجومية لم ينسيه قضيته وعروبته ونضاله فقدم عدداً من الأفلام في بداية مشواره الفني وكانت تشجع على النضال وحث الشعوب على رفض الاستعمار ورفض الظلم فقدم عدداً من الأفلام التي تعبر عن ذلك ومنها كلنا فدائيون عام 1969 والفلسطيني الثائر وهي أول أفلامه ولم يترك نضاله وقضيته وقد شيع الفنان الراحل في مسجد مصطفى محمود في القاهرة بحضور فني ضعيف المدرية العامة للأمن العام تخرج مفتشين متمرنين درجة ثانية ومأمورين متمرنين من الذكور والإناث في الوروار مطلقة اسم الولاء للوطن على هذه الدورة احتفلت المدرية العامة للأمن العام بتخريج 250 مفتشاً متمرناً درجة ثانية و250 مأموراً متمرناً من الذكور والإناث في معهد قوى الأمن الداخلي في ثكنة العقيد الشهيد أسعد ظاهر في الوروار في حضور ممثل عن قائد الجيش وعن المدير العام للأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة والجمارك والدفاع المدني فكل أمن يكمن سر البقاء أموت شهيدك زي الموجه وأحيان حق بك عالي الشهيد العميد الركن حسن علي أحمد ألقى كلمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم دعا فيها المتخرجين أن يكونوا الصورة التي تعكس حضارة المؤسسات الأمنية وحثهم أن لا يتحولوا إلى عدد زائد في إدارات التكدس الوظيفي لكن مدرستكم علمتكم ألف باء المواجهة الصباقة وهي اليوم تضع بين أيديكم تجربة من عمر التصدي لصد المجموعات النافرة المتأهبة دوما لنشر الرعب في ربوعنا وفيه العيون مرسودة والعابثون في الوطن ليسوا أقلية يأتون من وراء الظهر من خلف سلج وسطار أبيضة ليرسموا بلدا باللون الأسود العميد أحمد الحجار الذي ألقى كلمة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوس أشار إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة من تاريخ الوطن وخير مثال على هذا التنسيق العلاقة الوثيقة والدعم المتبادل بين المدرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمدرية العامة للأمن العام فالتعاون بينهما يتجلى في بعض وجوهه في مجال التدريب واحتفالنا اليوم شاهد على ذلك وفي الختام أقيم العرض العسكري اعتصام لمربيد دواجن في البقاع تنديدا بتهريب البيض من سوريا نفذ مربو الدواجن اعتصاما عند طريق زحلب علبك الدولية في منطقة الكرك احتجاجا على عمليات تهريب البيض من سوريا إلى لبنان نتيجة عدم مراقبة الحدود بين البلدين تدني العملة السورية يؤدي إلى تدني سعر البيض في لبنان ونحن كلفة البيض عنا بيكلف صندوق البيض تلاتة وثلاثين دولار أربعة وثلاثين دولار عم ينبيعه بتسعة وعشرين دولار وبثلاثين دولار هيدا عم بيؤدي لأخسارة وبدو يوصلنا لمطرح انه هيدا القتاع ينهار انه يلجمعوا عم بيفوتها البيض السوري قام نزلنا سوقنا نحنا خرب بيوتنا عنا نحنا مزاري عنا انتاج هيدا نزلنا سوقنا حوالي سبعة تمنمية صندوق بايد ألف صندوق بايد وطلب مربو الدواجن ان تضع الدولة اللبنانية حدا لذلك كما طلبوا من الجمالك ضبط عمليات التهريب عند الحدود بتوجيهات من رئيستها النائبة بهية الحريري وضع وفد من جمعية كشافة لبنان المستقبل اكليلا من الزهر باسم الجمعية امام النصب التفكري للشهيد المناضي المعروف سعد في محلة البوابة الفوق في صيدة لمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لاستشهاده وقد قرأ الوفد الفاتحة على روح الشهيد سعد وادوا التحية الكشفية لذكراه بحضور رئيس المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري عدنان بلولي وعضو الامان العام للتنظيم مفوض صيدة والجنوب في جمعية الكشاف العربي عبدالقادر لبساط في مصر اصدرت محكمة الامور المستعجلة في القاهرة اليوم قرارا يعد حركة حماس منظمة ارهابية بعدما كانت قد اصدرت محكمة اخرى الشهر الماضي قرارا بحضر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس وادراجها جماعة ارهابية الى ذلك قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بمعاقبة مرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع وثلاثة من نوابه وعدد كبير من قيادات الجماعة المحظورة بالسجن المؤبد في قضية تتصل باعمال عنف وقعت في العاصمة المصرية قبل عامين وقضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي بمعاقبة اربعة متهمين بالاعدام شنقا في القضية التي وجهت فيها النيابة الى المتهمين اتهامات بالقتل والشروع في قتل متظاهرين امام مقر مكتب الارشاد التابع للجماعة في المقطن في موسكو مقتل ابرز المعارضين الروس بوريس نمتسوف قتل بوريس نمتسوف السياسي الروسي المعارض نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا على بعد امتار من الكريملين في وسط موسكو باربع رصاصات اصابت ظهره عندما كان يسير على جسر بصحبة سيدة اوكرانية وفور وقوع الجريمة اغلقت الشرطة الجسر وسارعت سيارة اسعاف الى المكان وعملت لنقل جثة نمتسوف وفيما اكدت الداخلية الروسية ان مجهولا اطلق النار قبيل منتصف ليل الجمعة واصابه في ظهره تستجوب الشرطة السيدة التي كانت بمرافقته في وقت كشفت الشرطة ان النار اطلقت عليه من سيارة بيضاء فرت من المكان اما لجنة التحقيق الروسية فاشارت الى ان الاغتيال جرت تخطيط له بدقة تماما مثل المكان الذي جرت فيه العملية قرب الكريملين وجاء مقتل نمتسوف بعد ساعات قليلة من مقابلة اذاعية انتقد فيها سياسات الرئيس فلاديمير بوتين بالتأكيد تحتاج الدولة الى اصلاحات سياسية عندما تنحصر السلطة بيد شخص واحد ويحكم هذا الشخص الى الابد فيأدي هذا الامر الى كارثة حقيقية بوتين دان ما سماه القتل الوحشي وقرر وضع التحقيق باشراف الرئاسة قائلا قد تكون جريمة نفذها قاتل مأجور وقد تكون استفزازا عشية احتجاج كبير للمعارضة كان من المقرر ان يقوده نمتسوف في موسكو الاحد للاحتجاج على الحرب في شرقي اوكرانيا وقد توفد الى مكان الجريمة مؤيدون لنمتسوف وزعماء المعارضة ومواطنون حيث وضعوا الازهار العقل المدبر وراء الجريمة معروف هذا اغتيال سياسي لأحد ألمع السياسيين المعارضين نمتسوف البالغ خمسة وخمسين عاما كان قد شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في عهد الرئيس بوريس يلتسن في نهاية التسعينيات وبعد وصول بوتين الى السلطة تحول الى اشرس معارضي لكراملين وسياسة بوتين فنانون فلسطينيون يلونون الدمارة في غزة من رحم ظلام يولد اللون هذا ما جسدته كرافيت بانكسي عشرة فنانين بادروا الى تحويل الدمار في غزة الى لوحات فنية نابضة بالحياة فرسموا على ما تبقى من جدران منازل الغزيين وحولوا الصخور الميناء والكارفانات المخصصة لمن دمرت بيوتهم الى لوحات فنية خطوة تأتي للتخفيف من الاثار النفسية السلبية التي رسمتها الحرب العدوانية الاخيرة على غزة في صدور اهل القطاع تبرع احد رجال الاعمال القطريين بالمال لاحدى مؤسسات حركة حماس في قطاع غزة وقد انفقت الاموال على خمسين شابا وشابا من اجل الزواج ولان رجل الاعمال لم يحضر الفرحة فقد صمم له مجسم كرتوني التقطت لرئيس الحكومة المستقيلة اسماعيل هني الصور التذكرية قربه وفي عودة الى محلياتنا ماذا بعد شطب القيد الطائفي تقرير رونا حلبي في ادراج وزارة الداخلية خمسة واربعون عقد زواج مدني رفض وزير الداخلية نهاد المشنوق امرارها بذريعة انها غير قانونية الاحد في الاول من اذار تخرج مسيرة من شارع بلس نحو مقر وزارة الداخلية بدعوة من الهيئة المدنية لحرية الاختيار تحت شعار حيد يا مشنوق للضغط من اجل تسليم وثائق الزواج المدني المعقود على الاراضي اللبنانية ولما كان الزواج المدني في لبنان يتطلب شطب القيد الطائفي في بلد يغرق في الطائفية فلابد من الاضاءة على تباعته باحواله الشخصية خاضع للقانون المدني والمرجع القضائي هو القضاء المدني على المستوى الارث في لبنان في قانون مدني بيأمن المساوات بين المرأة والرجل بمسائل الارث نحن بنعرف انه رح يكون الموظف الفئة الاولى موظف الفئة الاولى بإرادة سياسية مش بعملية تلقائية ومبدأ المناصفة هيدا ما بيتعطل إذا فيه ناس شاطمين الإشارة وتولوا هالمناصب بالنسبة للمناصب المادون الفئة الاولى ما في اي رابط قانوني بين هالمناصب وطائفة من الطواعف بالنسبة للمناصب السياسية خلينا ناخد ثلاث مناصب الاولى يلي هي رئيسة جمهورية ورئيسة المجلس النواب ورئيسة الحكومة ما في اي نص قانوني بيعطي الحق بهذه الرئيسات لطائفة من الطواعف إذن وبحسب طلال الحسين الكاتب والباحث القانوني فالتبعات مجرد عقبات يمكن تذليلها أما طلال الحسين المواطن الذي كان أول من شطب قيده الطائفي عام 2007 فيرى أن اختيار الشطب اختيار الحرية فيه استعباد وفيه تحرر ولا مرة بتاريخ تحرر العبيد إلا ما كان فيه سمن لازم يندفع هكذا يكون شطب القيد الطائفي خطوة أساسية في اتجاه إزالة آثار النظام الطائفي الساقط أصلا ولكن هل يتخلى اللبنانيون عن طوائف تتحكم حتى بلقمة عيشهم؟ نادي العهد الرياضي يكرم الوزير عبد المطلب حناوي وسط حضور رياضي وسياسي أقام نادي العهد الرياضي حفلة تكريم لوزير الشباب والرياضة العميد عبد المطلب حناوي بحضور حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والرياضية تقدمهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ورئيس اتحاد كرة القدم هاشم حيدر تخلل الحفل كلمات لرئيس نادي العهد تميم سليمان الذي أشاد بدور الوزير حناوي قبل وأثناء توليه الوزارة ثم كانت كلمة للمكرم فقد نجح نادي العهد بأن يكون نموذجا للرسالة والفكر وأن يكون لنفسه قدرة الاستمرار والحياة من خلال منشآت رائدة متواصلة النمو وسنكون في وزارة الشباب والرياضة حاضرين للوقوف إلى جانبه قدر المستطاع الحناوي أبدى استعداد الوزارة لدعم المشاريع التي تعود بالفائدة على الرياضة اللبنانية إبراهيم مهبي قناة الجديد كان في النشرة رستم غزيلي هل ضرب من بيت أبيه؟ القوات الكردية تتقدم شمالا والسورية جنوبا بسيل من فنزولا لداعش هل تلقى على مجموعات داعش القنابل أو المساعدات؟ كان في الخاص ماذا بعد شطب القيد الطائفي؟ ولا مرة بتاريخ تحرر العبيد إلا ما كان في سمن لازم يندفع حرب قضائية بين السلطة والاحتلال كانت هناك بعض الأخطاء نعم أو الهفوات المؤبد لمرشد الإخوان واثني عشر قيادياً في الختام شكراً لحسن المتابعة الموعد الإخباري المقبل يأتيكم عند الحادية عشرة والنصف من هذه الليلة فإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة